عندما تغيب الخدمات البلدية عن مدينة لعام أو عامين لا شك أن يحيط التدهور بجميع جوانبها فكيف بمدينة تعيش منذ 12 عاما من غير أي خدمات أو التفاتة حكومية هذا ما حدث ويحدث الآن في بعقوبة مركز محافظة ديالة نشكر قناة التغيير التي زارت هذه المنطقة فهذه المنطقة منكوبة ستلاحظة تشوفها كما النفايات صابتنا أمراض كثيرة من هذه النفايات هذا منتزه المفروض يسوينا منتزه يرقب هذه المنطقة ماء ماكو، كهرباء ماكو، خدمات ماكو كل خدمات ما بيبها المنطقة نهائيا مجاري ماكو وفوق هذا جباية يأخذون من عندنا أضعاف مضاعفة كهرباء مجتمل ما بيقلوبين يأخذون عنده 30 أربعين ألف تغيب الخدمات هنا بشكل كلي تماما ولا وجود سوى للمناشدات من خلال عدسات ترصد وتوثق ذلك الاستياء جراء قساوة وضنك العيش المن نروح السحنة المن نروح المن راجع يعني أخو جمعة ذاكي ونحن عندنا في المنطقة جمعة وماكو نتيجة روحوا ونحن نجي نكشف الكم وماكو نتيجة فريدنا نعرف شين السبب يعني إحنا ليش يجي حتى أي زي مسؤول في هذه المنطقة ما جانا مسؤولون محليون يقولون إن التعيينات الحزبية وسوء الإدارة وعدم العدالة بين الأقضية هي من أوصلت بعقوبة إلى وضعها الحالي وأن المسؤولين بالمحافظة لا يكترثون بل ولا يعلمون مدى حجم الكارثة الخدمية في بعقوبة حقيقة الواقع الخدمي في قضاء بعقوبة مهمل جدا والسبب هو بالدرجة الأولى قلة التخصصات خلال الفترة الماضية كذلك سوء الإدارة والمحسوبية والحزبية التي عاثت بالدوائر فسادا هناك دوائر يعين مدير الدائرة من قبل حزب معين وبالنتيجة هو ينفذ جندات ذلك الحزب كذلك سوء الإدارة الموجود عدم العدالة بين الأقضية بعقوبة تمثل 40% من سكان ديالة وبالنتيجة لم تعطى حصتها الفعلية خلال الموازنات السابقة هذا حال بعقوبة اليوم فكيف ستكون بعد أشهر قليلة عند دخول الشتاء حيث الأمطار والفيضانات وانعدام حملات التنظيف هذه المنطقة من الثلاثة وثمانين تبلطت من الثلاثة وثمانين تبلطت أي خدمات ما بها يعني الماء ما يوصلنا غير تالي الليل ماء ماكو تالي الليل يوصلنا أما الشوارع إذا مطرة الدنيا والله العظيم العوال كلها تفيض سيارة البلدية أساساً ما تجي يعني أساساً ما تجينا ولا وسط ولا طب وهاي الأطفال كلتها أمراض كلها أمراض الأطفال هذه من وراها الأبساخ هذه ناشدنا مرة مرتين مدعا ماكو خدمات ماكو يعني قدمت شي رسمي كتاب من السيد المحافظ وراحت لسيد المحافظ وقال بنا وانطاني كتاب رسمي بس شنو؟ ماكو تنفيذ؟ ماكو تنفيذ أي تنفيذ ماكو بلدية بعقوبة إذن المتهم الأكثر بإنتاج كل هذه المناظر القاسية فكيف لمركز محافظة مهمة في خارطة العراق أن تكون بهذا المستوى الخدمي المتدهور؟ اشتركوا في القناة